بهذا الفيديو سنكمل معكم سلسلة أفضل الهواتف وهذه المرة في فئة ثلاث ملايين أي ما بين ثلاث ملايين إلى زوز ملايين فقبل ذلك أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ودعم نابي لايك ليصلك كل ما هو جديد الهاتف الأول وهو الريدمي 9T هاتف يقدم وصفات جيدة ولديه تصمير مميز في هذه الفئة السعرية حيث يأتي بشاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.53 إنش بجودة الفول HD بلاس لديها معدد سطوة 400 نيتس ومدعمة بطبقة حماية من نوع كورنغولا جلاس الجيل الثالث أيضا الهاتف يتي بمعالج جيد وهو سناب دراجون 662 بدقة تصنيع 11 نانومتر رح يقدم لك تجربة مميزة والهاتف يتي بنظام أوندريد 10 مع واجهة المي اي 12 ويأتي بعدة خيارات للتخزين 64 أو 128 جيجا مع 4 جيجا رام و 128 جيجا مع 6 جيجا رام والهاتف يدعم صوت ستيريو والNFC والEAR وبصمة الإصبع مدمجة في زر الباور هاتف الردمي 9T يأتي بأربعة كاميرات في الخلف الأولى بدقة 48 ميجابيكسل تصور الفيديو بجودة الفول HD وكاميرا سيلفي تأتي بدقة 8 ميجابيكسل ويتميز الهاتف ببطارية عملاقة بحجم 6000 ميلي أمبار تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات وتدعم الشحن العكسي بقوة 2.5 وات وأما سعر الهاتف النسخة 64 جيجا رام يدير حوالي جزء ملايين و 900 ميلي أمبار والهاتف الثاني وهو انثينيكس هوت 10 اس الهاتف يقدم آداء قوي وهذا بفضل المعالج الممتاز وهو الهيليو جي 85 بدقة تصنيع 12 نانومتر المعالج سيعطيك آداء جيد في هذه الفئة السعرية ويأتي بنظام عمر 2011 مع واجهة الـ XOS 7.6 وأما الشاشة فتاتي من نوع IPS LCD بحجم 6.82 إنش بمعدل تحديد 90 هرتز والهاتف لديه عدة خيارات لتخزين 64 أو 128 جيجا مع 4 جيجا رام و 64 أو 128 جيجا مع 6 جيجا رام أيضا الهاتف لديه ثلاث كاميرات في الخلف الأولى بدقة 48 ميجابيكسل تدعم تصوير الفيديو بوجودة الـ Full HD وكاميرا السيلفي تأتي بدقة 8 ميجابيكسل والهاتف يأتي بطارية ممتازة بحجم 6000 ميلي أمبار وأما سعر الهاتف لنسخة 64 أو 14 جيجا رام يدير حوالي 3 ملايين والهاتف الثالث وهو من شركة الرلمي الرلمي نارزو 30A من أفضل الهواتف في هذه الفئة السعرية حيث يأتي بشاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.5 إنش بجودة الـ Full HD لديها سطوع ممتاز يصل إلى 570 نيتس وستأخذ أيضا معالج ممتاز وهو الهيليو جي 85 بدقة تصنيع 12 نانومتر والهاتف يأتي بنظام أوندريد 10 مع واجهة الرلمي يؤي ويأتي بعدة خيارات للتخزين 32 جيجا رام و 64 جيجا رام وبصمة الإصبع تأتي في ظهر الهاتف وأما البطارية فتأتي بحجم 6000 ميلي أمبار تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات كاميرات الرلمي نارزو 30 آتاتي بكاميراتين في الخلف الأولى بدقة 13 ميجابيكسل تصور الفيديو بجودة الـ Full HD وكاميرا السيلفي بدقة 8 ميجابيكسل وأما سعر الهاتف لنسخة 64 جيجا رام يدير زوز ملايين و700 تلف والهاتف الرابع وهو One Plus N100 هاتف يقدم مواصفات جيدة حيثياتي بشاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.52 إنش بجودة الـ HD Plus مع معدل تحديث 90 هرتز محمية بطبقة من الزجاج من نوع كورنو جرلا جلاس الجيل الثالث والهاتف يأتي بمعالج جيد وهو سناب دراجون 460 بدقة تصنيع 11 نانومتر مع خيار واحد للتخزين 64 جيجا رام ويأتي بنظام عند ريد 10 مع واجهة One Plus أيضا الهاتف يدعم صوت استيريو وبصمة الإصبع موجودة في ظهر الهاتف والهاتف يأتي بثلاث كاميرات في الخلف الأولى بدقة 13 ميجابيكسل تصور الفيديو بجودة الـ Full HD وكاميرا سيلفي تأتي بدقة 8 ميجابيكسل ولديه بطارية بحجم 5000 ميلي أمبار تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات وأما سعر الهاتف لنسخة 64 جيجا رام يديره زوزم لين وسبعمية وخمسين ألف والهاتف الخامس وهو الريالمي 7E النسخة العالمية حيث يأتي بموصفات ممتازة فالشاشة تأتي منه IPS LCD بحجم 6.5 إنش بجودة الـ HD Plus تدعم معدل سطوة 560 نيتس ومن أهم نقاط قوة الهاتف هو المعالج حيث يأتي من نوع الهيليو جي 85 بدقة تصنيع 12 نانومتر يعطيك تجربة مميزة في هذه الفئة السعرية والهاتف يأتي بخيار واحد للتخزين 64 جيجا رام ويأتي بواجهة الريالمي UE مع نظام أندريد 10 وأما بصمة الإسبع فهي موجودة في ظهر الهاتف والهاتف يأتي بكاميرا جيدة في هذه الفئة السعرية حيث من الخلف ستجد ثلاث كاميرات الأولى بدقة 48 ميجا بيكسل تصور الفيديو بجودة الفلاش دي وكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل والهاتف لديه بطارية كبيرة بحجم 6000 ميلي أمبير مع قوة شاحن 18 واط وأما سعر الهاتف النسخة 64 جيجا رام يدير زوزم لين وثنة 150 ألف والهاتف الأخير والسادس وهو الرادمي 9 يعتبر من بين أفضل الهواتف في هذه الفئة السعرية حيث يأتي بشاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.53 إنش بجودة الفلاش دي بلاس بمعدل سطوة 400 نيس محمية بطلقة من الزجاج من نوع كورنونجر الأجلاس الجيل الثالث ومن أهم نقاط قوة الهاتف هو المعالج وهو الهيليو جي 80 بدقة تصنيع 12 نالو متر المعالج رح يعطيك تجربة مميزة ويأتي بعدة خيارات للتخزين 32 جيجا رام و 64 أو 128 جيجا مع 4 جيجا رام و 128 جيجا مع 6 جيجا رام ويأتي أيضا بنظام أندريد 10 مع واجهة الميو اي 11 والهاتف يدعم الـ NFC والـ AR وبصمة الأسبع موجودة في ظهر الهاتف الهاتف الريدمي تسعياتي بأربعة كاميرات في الخلف الأولى بدقة 13 ميجا بيكسل تصور الفيديو بجهودة الفلاش دي وكاميرا السيلفي تأتي بدقة 8 ميجا بيكسل وأما البطارية فهي بحجم 5020 ميلي أمبار مع قوة شحن 18 وار وأما السعر الهاتف لنسخة 64 جيجا رام يدير حوالي 2.7 ميجا رام وفي الأخير كانت هذه أفضل الهوغة بسعر ما بين 3 ميجا رام لذلك دعمونا خوتي باللايك باتحفظونا على تقديم المزيد والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس يسلك كل ما هو جديد دمتم في رعاية الله وحفظه